السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طالب تصافي الثاني الثانوي يارب تكون توفقت في الامتحانات اللي فاتت ويارب اللي جاي يكون أفضل إن شاء الله النهاردة معنا مع بورت وان في فيال ريفيجين ديناميكس يلا بينا بيقولي اي بادي اسمترات اي بار ساكندي بار ساكند ويأكسلرات يونيفورملي 5 ساكند 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 زينزا كفرد ديستنس عيزها بعد تين ساكند طيب أنا عندي الهوائيشن طبعا انتو open book بس برضو لازم في dynamics أو في الماز تكون انت حافظ برضو ماينتبعش ان انت كل حاجة تبقى معتمد على just copy يعني فانا عندي equation بتقول s equals v node t plus half a t power 2 طيب s اللي هي displacement v node هنا equals 30 times ال time هو طالب after 10 seconds plus half ال a هو قلي انها equals 5 خدتها positive 5 عشان هي in the same direction times 10 power 2 اللي هي 100 تحسب بي calculator يطلع لك ان displacement في الحالة دي 550 ده يبقى نمبر اي السؤال التاني شوية جرافات وهو بيسألني ان هي واحد فيهم position time طيب هاختار ازاي وعلى اساس ايه اول حاجة لقيت ان لازم بعد time لما بيكون zero بتبقى displacement برضو zero يعني هاختار الجراف لازم passing through the origin point والتشويس الصحي يبقى number b question 3 بيقول لي a cyclist a moves on a straight road with speed 48 km per hour at the same moment في another cyclist moves in the same direction طيب تعالي نحط ال direction كده او نفهم لو انا هاخد c ده the whole direction vector الحاجة اللي ماشية في الاتجاه ده فa ماشي كده وبرضو b هيبقى ماشي في same direction المرحلة بقى المهمة بيقول لي if the relative velocity of a with respect to b يعني b a b انا عارف من b a b هبدأ بالاولان الاول يبقى b a minus l b b تمام قال لي ان هي 12 km per hour in the same direction يعني معايا في نفس direction c vector يبقى هاجي اقول له direction هو c vector equals هو بقى طالب ايه في الاخر in the same direction add the direction of the cyclist then the velocity of b يعني b b ما عارفهاش هحط هنا v a هي في نفس direction يعني 40 a في اتجاه c تمام يبقى كده انا نطلوب مني v b يبقى v b هتودي ال v b الناحية دي وتجيب l 12 الناحية دي فيبقى الاجابة 36 direction c هو positive direction يبقى الاختيار الصحة هو number c question 4 بيقول لي a body begin motion with speed 72 kilometer per hour and uniform retardation 2 meters per second square then the taking time for the body to be at rest equals وطلبوا بال seconds طب تعالى كده تبقى نشوف ال units combatable مع بعضها او لا انا عندي speed يعني اللي هي v مدهاني 72 kilometer per hour وفي النهاية الطيب اللي مطلوب مطلوب بال seconds عندي acceleration due to the gravity 2 meters per second square يبقى اللي عندي فيها problem الوحيدة هي velocity هاجي عايز احولها لميتر per second يبقى هعملها times 5 over 18 وفي الحالة دي تبقى تحولت خلاص طيب هحط ال relation اللي عندي او ال equation بيقول لي v equals v plus a t طيب هنا بيقول لي بقى لما يكون طالب مني ان البضي يكون add rest معناها ان v final تكون ب zero طيب تعالنا نبص بقى على v node اللي هي 72 times 5 over 18 acceleration كان قال لي انها retardation معنا انها retardation ان انا هديها negative sign يعني negative 2 times l t equation عادية الكلام ده تعمل division او calculator براحتك يبقى كده دي تطلع 20 يبقى 20 minus 2 t الكلام ده بيساوي zero يبقى t الوحدة الvalue بتاعتها 10 seconds الchoice ده يبقى number b question question 5 بيقول لي the average velocity of a moving body started its motion from rest during the fifth and sixth seconds equal عايزين نفهم بس حكاية fifths و second و sixths عارف ده معناه ايه؟ معناه ان t بتساوي five seconds ده اللي انا بتكلم فيه طيب هو طالب مني average velocity طيب average velocity في الحالة دي اللي هي كأنها v final تساوي v node plus a t طيب يبقى v node هتساوي هو بادئ من rest يبقى zero هنا plus a هكتبها زي ما هي الطايم هاوال عنه بفايف يبقى v بتساوي five a والتشويز الصحة هيبقى number b question six بيقلي a cyclist covered 37.5 kilometer with speed 25 kilometer per hour then he covered 18 kilometer with speed 12 kilometer per hour then the magnitude of the average velocity during the whole journey where the two displacement in the opposite direction لحد in the opposite direction هنا وابدأ اركز تعال نشوف لو البودي او السايكل اتحرك 37.5 kilometer في ال direction ده كان ماشي ب velocity 25 kilometer per hour ماشي المرة المرة التانية اتحرك في opposite direction وكان displacement بتاعته كانت 80 kilometer و ال speed كانت 12 kilometer per hour انا مطلوب مني ايه انا مطلوب مني average velocity اي average velocity في الدنيا معناها total displacement divided total time طب انا هنا مش هقدر اجيب time غير لما حسب طيب يبقى احسب انا t1 اللي هي في المرحلة الاولى وهحسب t2 في المرحلة التانية وهجيب summation بتاع طيب هجيب t ازاي انا عندي relation الاصلية بتقول v بتساوي displacement divided time يبقى لو انا عايز time يبقى مقص يبقى displacement divided velocity الdisplacement هنا كان 37.5 divided 25 الكلام ده بيساوي 1.5 hour طبعا هتحسب في المرحلة التانية هتقول 18 divided 12 الكلام ده برضو بيساوي 1.5 hour يبقى انا عندي total time في الحالة دي total time 1.5 plus 1.5 ده معناها ان total time عبارة عن 3 hours طيب انا عايز average velocity average velocity يعني total displacement تعال نشوف كده لو انا 37.5 في ال direction اللي هو مثلا c direction كده direction of motion وال 18 دول في opposite direction يبقى لازم يكون باشارة مختلفة يعني negative 18 تمام يبقى اللي تحت هيبقى time total هو 3 b هنطرح الاجابة تبقى 6 and half والchoice الصح ده هيبقى number b يبقى الاجابة الصح b question 7 بيقول a particle moves from a to b on a circle ومديني radius بتاعتها r زين ذا displacement من a ل b طيب ازاي يجيب displacement من a ل b معناها ان line segment d طيب انا كده لو قلت ان d r و d r يعني radius و radius يبقى انا بتكلم في m a b ده isosil triangle طيب لو انا رسمت من هنا perpendicular انا عارف ان بتاعت isosil triangle ان بتتنصص بال height يعني معناها ان angle دي بقت اسمها theta over two ودي كمان بقت theta over two يبقى لو سميت dc يبقى triangle الصغير اللي هو mbc زي قناة التيفي كده بالزبط mbc دوت هتعمل فيه ايه ده right angle عندك angle اسمها theta over two عندك hypotenus هو r فمنها اقدر احسب cb cb دوت side عبارة عن hypotenus اللي هو r times sine angle اسمها theta over two طيب انا انا عايز displacement كلها اللي هي a b عارف من d بتساوي d معناها انها double cb معناها انها two cb معناها انها two r sine theta over two كلام ده number d question a be only two trains moving in opposite direction يعني افترض ان ده مسلا train الاولان وده train التاني وده lc vector time pass a man at rest on a platform in 27 seconds يعني هنا time 27 seconds وفي الناحية التانية كان 17 seconds هنسمي ده مثلا لو كان عنده velocity ba وده هنسمي v b طيب and pass each other completely in 23 seconds طب تعال نترجم حاجة زي كده من مرحلة دي لو انا سميت train الاولاني train a يعني وعمل velocity va و المان لحقو او عد على المان في 27 seconds انا منها اقدر اجيب length of first train او length of train a هسميها اي بقى تعال كده على جانب افكرك اي velocity بتساوي displacement divided time طب انا عايز displacement أو distance معناها time times velocity time 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 velocity سميها va time لو انا عايزة اجيب length second train هعمل نفس الكلام يبقى time المرة d 17 velocity انا مسميها vb تمام ايه اللي حصل بعد كده بيقول لي ان trains قبلوا بعض في وقت 23 seconds عارف ده معناه ايه معناه ان distance اللي حصلت او displacement اللي حصلت هي عبارة عن length بتاعت train الاولاني زائد length بتاعت train التاني طيب وفي الحالة دي velocity لازم تكون relative velocity طالما هم حاجتين بيتحركوا يبقى انا هسمي vab هرجع اشوف ال direction بتاعها طالما قال لي opposite direction يبقى هعمل summation هجيب vab plus vb يبقى دي معلومة خليها عندي طيب لو عايز اتكلم على displacement في الحالة دي احنا قلنا هتبقى velocity times time يبقى vab plus vb times time اللي هو 23 طيب تمام وحيس ان انا لسه عارف ان displacement دي معناها sum بتاعة lense بتاعة two trains يبقى هقول ان الكلام ده equals 27 va اللي هو lense بتاعة first train plus 17 vb اللي هو lense بتاعة second train هفوق 23 va plus 23 vb equals 27 va plus 17 vb ما عنديش حاجة unknown غير va vb لم vb في ناحية والvb في الثاني يبقى هنا 23 minus 17 هي 6 vb equals هجيب 23 vb الناحية بقت 27 minus 23 بقت 4 vb a ارجع ارجع السؤال واشوف عايز mean over mean يبقى the ratio between there's v تبقى هقول va divided vb كلام ده بيساوي يعني هجيب vb الناحية دي فبقت 6 over 4 تعمل simplification بقت 3 divided 2 كلام ده number c question 9 بيقولي the magnitude of displacement when a body moves from a to b تعالوا نشوف عشان اتحرك من a to b هقدر اتكلم في التريانجل الاوليني ده وهو right angle triangle فهتسمي النقطة دي وليكن c عشان اجيب النص بتاعة a c بيساجوا رأس بقى عادي هقوله a c power 2 بتساوي 3 power 2 plus 4 power 2 يبقى الكلام ده بيطلع 24 اخد لها square root يعني a c بتساوي 5 بس سمتي متر ونركز في اليونت طيب تمام عايز اجيب اللينس بتاعة bc بنفس الطريقة من التريانجل التاني هقوله ان bc power 2 بتساوي 12 power 2 plus 9 power 2 ولما هجيب square root يبقى bc في الحالة دي هتساوي من a ل b معناها 5 plus 15 equals 20 اجري بقى اشاور على 20 لا غلط ليه بقى لاني لازم اركز في اليونت اللي هو الهيل انا الجفن اللي عندي شغال بالسنتيمتر واللي هو طلبه بالمتر تركة بسيطة بتاعة primary بس لازم نصح صح بيه يبقى هعمل division divide 100 يبقى الانسر الصحة تبقى 0.2 question 10 بيقول لي a particle is moving such that its position is given by r equals 3t plus 2 في ال direction الاسم i و 40 minus 1 في ال direction j هو طالب المغنيتود بتاعة displacement at t equals 2 طيب انا هجيب r2 يعني كل مقابل t هشالها وحط 2 يبقى 3 times 2 ده 6 plus 2 هيدي 8 في ال direction i طيب يبقى 4 times 2 هيدي 8 minus 1 7 يعني هيبقى plus 7 j تعال في السطر اللي بعده هات r0 كل ما تقابل تي شيرها الخط 0 بقت 2 i vector وهنا هتبقى minus j المفروض هجيب difference يعني r2 vector minus r node أو rd وكلام ده بيساوي 6i vector plus 8j vector طالما طالب magnitude يعني هاجي تحت square root هخليها 6 power 2 plus 8 power 2 الكلام ده بيطلع بتن يبقى choice الصحي number c question بعد 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 كده بيقول لي a bullet is fired on a vertical wooden barrier of thickness من دهول 8 سنتيمتر فتعال نتخيل كده لو دي كانت 8 سنتيمتر طالب velocity في الحالة دي كانت 80 meter per second طيب زين the bullet moved inside the barrier with deceleration of magnitude يبقى انا عندي هسجل ان انا عندي displacement 18 بس 18 دي بالسنتي وكله بالميتر فانا هعملها divided 100 او times 10 طوز فاور negative 2 كلام ده بيساوي 0.18 ميتر عشان اقدر اشتغال بي طيب انا هحط بتاعتي هقوله ان b power 2 equals b power 2 plus 2 a s ال v final هنا كانت باقتين power 2 equal v initial كانت 100 بس power 2 متنساش plus 2 times a معرفخاش ولازم اتوقع انها لازم تكون deceleration حتى لهم ما قليش لان velocity كانت كبيرة وبعدين صغرت في النهاية طيب times displacement في الحالة دي انا حولتها بقت 0.18 هعوض هطلع لي ان a equals negative ten thousand طيب انا ببصف لتشويس ما لقيتهاش غير بالpositive ايوان ما فيش مشكلة لانه طالب magnitude مش طالب direction كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده اتمنى لكم التوفيق ويا رب اكون قدرت يعني اضف لكم حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته